يعمل الحكمة جديدة قبل انتخاب رئيس وجمهورية؟ أو بأول آلولة تحول مجسس كيف متاقياً كيف تصبح هذه؟ ما هو رئيس الجمهورية؟ هو الذي يوقعه مع رئيس الحكومة؟ رئيس جمهورية ما رح يوقعه على حكومة ما يكون جبران باسيل له فيها الحصة الرئيسية رئيس جمهورية يفضل صهره على بناته يفضل كل الناس على صهره صهره على كل الناس خلاص اتهت لايصة صارت معروفة ما بدي يظل معلّع رئيس جمهورية لا بد أن أعلّق على الرئيس ميثاقيا اليوم رئيس الحكومة ناجيب نيئاتك كيف بدّون يشكل ميثاقيا ولا مرة كان التأليف قبل التكليف هي microbvenidos هذه البدعة بلشت اليوم أيام رئيس مشال إسلايمل ما كانت أيام رئيس إيميتي اللاحود ما كانت الله يوس 유قى evangelio خير فخامة الرئيس إيميتي اللاحود وأيام الرئيس الإيميتي اللحود ما كانت هذه البدعة بلشت اليوم أنا يembsta مريضنا الصهر بنعمل الحكومة عسيسة خلاص خلصنا انتهينا انتهى البلد انتهى كل شيء بلبنان للأسف كل شيء أصبح فاسد بلبنان كل شيء امنح مش بس مش بس انه رئيس جمهور يو جبران بسيل كل شيء اصدق عملك كل شيء اصبح فاسد بلبنان يعني انا بقلك شغلة انه كنت عم تحكي اذا عم تحكي عن جماعة الطائف كنت احكي عنهم قبل هاوديك ولا واحد منهم اهوكي ولا واحد منهم هل اركان المنظومة من اركان المنظومة يعني هاوديك مش مثل جبران بسيل ومشيل عون صدعونا راسنا بمنكافحة الفساد والشفافية والتعيي والتغيير والاصلاح والتعتين وارشو هاوديك ما حكيوا قال الرئيس بري علىنا انا عم بحكي يمكن يزعل يزعل قال خي انا بدي حصتي بدي حصتي بدي حصتي بس جامعاتنا نحنا فاتوا بالتغيير والاصلاح بس فاتوا يغرفوا غرف الاموال والمصريات البلد مصريات معهم مصريات معي مصريات معهم مصريات معهم انه كيف مبارح حكم مصر بنان قال انه هايدي الاموال راحت على دعم اول شي السلع الغذائية دعم الالف وخمسة دعم المعاشات يلي هنه شو عمل جبران باسيل امن مستقبله؟ طيب جبران باسيل عليها قوبة امريكية من ورا موقفه السياسي شو من ايده؟ شو من ايده؟ انا قد يعمل فساد؟ على خلفية فساد برأيك عن ضعوا قوبات ولا على خلفية موقفه من حزب الله ومن الحدود البحرية حزب الله مش عايزة طبعة ال 29 لفاة ال 29 ليه جبران باسيل هو الوحيد اللي عليه ملفات فساد في حاله؟ انا هدا رأيك الواحد اللي هو رأيك انا عم بسأله انه ما في حدا عليك الواحد فساد لا 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 هو ورطة احناك بس هزب الله بيقول انه هو اخذ عقوبات لانه بناء على موقفه من الحزب يصفل حزب الله عم بقول لانه جبران باسيل هو حزب الله حد كل عضلاته عن جبران باسيل يصفل منه ولو انا مخصني من حزب الله وشو حزب الله جايب اسماعيل هنية بزقف له لاسماعيل هنية اسماعيل هنية اللي خرب سوريا وحماس انه شرين ابو عقلي اكيد بعمل مقارنة عم يعملوا مصالحة يصفلوا مصالحة مع سوريا اوكي يطلعوا عند رئيس لأسل مش مشكلة يطلعوا يعتذروا منهم بعد ما خربوا سوريا بس انه شرين ابو عقلي تقتل مثل جاجة مثل الخروف واسماعيل هنية بيجزر تحت الطيران الاسرائيلي من غزة للقاهرة للبنان وما حدا بيقول له كلمة تحت طيران الاسرائيلي خالد مشعل هو محمود بروح بيرقص بالعالم السوري بقلب غزة وبيرقى بيجي على لبنان بيستقبلوا استقبال الملوك لانه حزب الله بده هاك اوكي حزب الله بده هاك سحتين قلبه يغدوا حزب الله انا شو بدي باسماعيل هنية انا ظلمي مسيحي ماروني بالنتيجة ما بيعني لشين موضوع نت عايش ببلد انه في لبنان عايش اوكي شو بدي باسماعيل هنية على حدوده في القضية الفلسطينية على حدوده في سوريا انا اساس القضية ايه يعني قصدي حضرتك مسيحي ما فيك تجرد حالك انا ما مجرد حالي بس ما بدي تعطيه مع اسماعيل هنية انا ما بدي تعطيه مع اسماعيل هنية عن لبنان يلي هو في كل في 18 طرف جاي اسماعيل هنية بري عن رئيس جمهورية يقول له نحن ما ما نحافظ على سروات لبنان حافظ على فلسطين حبيبي عندما تعمل صفقات انتو اللي عم تعملوا فتاوة هبليك حزب الله برأيك عم يعمل هالمصالحة طالما يعني عم بتقول مصلحة ايران هيك مصلحة الحزب انه يجمع كل الاضايا مشان حضية فلسطين وبركي صار في حرب مع اسرائيل بيكونوا هن جاهزين انا اكتر من هيك شو بدي اعمل مع حزب الله يعني انه مصلحة ايران انه يستفي مصالحة بين حماس وسوريا اكيد اكيد حماس والجهاد الاسلامي اهم لانه اهم من اهم من المصالحة بين حماس والجمهورية العربية السورية والرئيس بشار الاسد اكيد شو لك كان